بسم الله الرحمن الرحيم يا سئين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنفر قوما ما أنفر آباؤهم فهم خافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهن إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سزدا ومن خلفهم سزدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنفرتهم أن لم تنفرهم لا يؤمنون إنما تنفر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغييم فبشره بمغفرة هو أجر كريم إنا نحن محيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جمعها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنها إليكم لنرسلون وما علينا إلا الملاغ المبين قالوا إنا تطيرنا لكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طرائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إليه يرد من الرحمن بقر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفضلال مبين إني أنت بربكم فاسمعوني قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما خفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزقون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم إلى القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فذنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أينيهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما يكنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ إنهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس زجري لمستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا لمنازل حتى عابك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شخف لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعب من لو يشاء الله أقعبه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فيذاهم من الأجلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا لمحقرون فاليوم لا تفلم نفسهم من شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون اسموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواه وتكلمنا ألديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسرون ولو نشاء لطمسنا على أحدهم فاستمعوا السعاط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا فكر وقرآن مبين لينذر من كان حجيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعلا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لنصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا معلم ما يسرون وما يعنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا له من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلفهم قال من يحيي العظام وهي ربين قل يحييها الذي أنشأها ما أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر دارا فإذا ما أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل أنه هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أرى شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر